حقيقة استعادة بعض الأغوات المخصيين في الحرم السلطاني العثماني لرجولتهم سنتحدث في هذا الفيديو عن العلاقات بين النساء والرجال في الحرم السلطاني العثماني ونتناول موضوع اختلاط الأغوات بالجواري ونسلط الضوء على حوادث غريبة حدثت لبعض الخصيان الذين استعدوا فحولتهم وظهرت عليهم علامات لروجولة تشير عدة مصادر تاريخية تركية إلى أن قسماً من المخصيين كانوا يستعيدون بعض قدراتهم وطاقاتهم المفقودة التي سلبت منهم ففي الدولة العثمانية كانت القصور تستقطب الأغوات وتخلق فرصاً لاختلاط المخصيين بالنساء ولكن بعد حدوث العديد من الأحداث أصبح من المعروف أنه بالفعل يمكن للمخصي أن يستعيد علامات الفحولة تم اتخاذ عدة إجراءات لمنع تجول المخصيين بحورية في الحرم حيث كانوا عادة لا يتجاوزون مدخله وتم حظر دخولهم إلا بعد الحصول على أذن وتحت المراقبة كما توجد وثيقة تؤكد منع آبغ الحرم بأمر من السلطانة قسم مثلاً في بدايات عهد السلطان محمد الرابع من الدخول إلى الحرم تقول الوثيقة نيابة عن السلطانة انشغلوا بأعمالكم ولا تتدخلوا في شؤون الحرم أو حتى في أمور خارجة أنتم جميعاً عبيد لم تعتقوا وليس لكم شغل غير الجلوس في باب الحرم ومكانكم هناك أمام بابه وإذا بلغ سماعي أنكم تخطيتم باب الحرم خطوة واحدة فلا محالة من قتلكم بلا تأخير وإذا طرأت أمور مهمة تقطب إعلامنا بها تراجع رئيسة العاملات في الحرم تظهر هذه الوثيقة الحرص الشديدة من قبل السلطانات على منع الأغوات المخصيين من التحرك بحرية في الحرم ومن المعروف أن في الحرم العثماني وتحسباً من أي مفسدة قد تحصل كان الحص على اختيار عبيد قبيح الشكل إلى حد ما وفي حال ظهور علامات استعادة الفحولة على العبد وهو استثناء نادر يتم إبعاده عن الحرم ويخصص له راتب معين ونجد دليلاً على ذلك في التقرير الذي رفع إلى السلطان محمود الثاني حيث ذكر نظراً لظهور الرجولة مجدداً في إبراهيم آداغ والي آغا الكيولي وعبد الله آغا إليلي من أفراد باب السعادة العليا فإنه يتم إقصائهم ويعطى كل نافر منهما خمسون قرشاً فيال الشهر ويقيد مصروفاً لهم ويعتبر القول بأنه لم تحصل أي تتجاوزات في الحرم تفاؤلاً مبالغاً فيه فمهما اتخذت التدبير الاحتياطية يبقى من الممكن أن يحصل أمر قبيح في مكان يعج بالجواري ويحتمل اختلاطهن بالرجال ترجمة نانسي قنقر